قال يسوع المسيح أنا هو الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر فإذن من خلال هذه الآية نشوف أن الله له مخطط رائع من بداية التاريخ حتى نهاية هذا التاريخ ونحن جزء من هذا المخطط الرائع وتخطيط الرب لحياتي ولحياتك أيضا لكن في مواجهات وفي تحديات كثيرة فيظهر المؤمن طبعا من خلال المواقف اللي بيأخذها من خلال الأزمات اللي بيمر أو بيعد فيها ومن خلال القرارات اللي بيصنعها أو بيعملها وبعض القرارات لابد أن تؤثر تأثير مهم جدا في حياة البشر وأيضا شيء آخر يعني الإنسان المؤمن لابد أن يتعامل إما مع الفشل أو الهزائم إذا فعلا إحنا شفنا مش عم نتقدم أو من أثر بشكل إيجابي على هذا المجتمع أنا بدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة معي رح تكون بركة لحياتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر